سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت مسموع لو سمحت لسمع الصوت يكتب رقم واحد تمام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بجميع السادة الحضور انا معكم النهاردة محمد جهمي محلل ومدير محتوى بمجموعة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن استراتيجية جديدة من الاستراتيجيات اللي احنا بنتكلم عليها كل اسبوع وهي اسمها استراتيجية المنشاش هو الاسم شوية ليه علاقة بان فكرة الاستراتيجية انت بتقدر تكسب في جميع اتجاهات السوق سواء كان صاعد او هابط تقدر تستفيد من اي حركة للسوق هنتكلم النهاردة عن الادوات اللي احنا بنستخدمها في الاستراتيجية استراتيجية بسيطة جدا وشروط الدخول او شروط الشراء بتاعتها وشروط البيع بسيطة جدا لاي حد لو ركزت فيها شوية مش تاخد مننا وقت في شرح الطريقة نفسها بسيطة جدا الفكرة كلها انتظار تحقيق الشروط كاملة انها تتحقق او فيه مؤشر خاص لوحده بتحديد الهدف وبتحديد وقف الخسارة بتاعتك اول حاجة هنبتدي النهاردة ان احنا هنقول اي هي الادوات اللي احنا هنستخدمها والمؤشرات اللي هنستخدمها في الاستراتيجية بتاعتنا وايه فايدة كل اداء منهم وازاي بنقدر نستخدمها الاستخدام الصحيح لها اول حاجة هيكون عندنا متوسط متحرك اربعين simple moving average وده هيكون باللون الازرق وهيكون عندنا تاني مؤشر هنستخدمه متوسط متحرك قصي خمسة exponential moving average ده باللون الاحمر خلينا الاول نبتدي ازاي احنا ممكن نتطلع اول مؤشرين دول وايه هي هنستخدمهم ازاي ده برنامج الامتي فور اول حاجة او اول مؤشر قلنا هنستخدمي هو simple moving average وده من الانديكاتورز بتجيبه بعد كده من trend بعد كده بتجيب moving average احنا قلنا ان moving average اربعين هيبقى المثل بتاعته هيبقى simple وهو هيبقى باللون الازرق تمام بعد كده بتدوس اوكي يبقى كده اول مؤشر من المؤشرات اللي في الطريقة بتاعتنا ظهرت طيب تاني مؤشر هنستخدمه وهو moving average خمسة لكن المثل بتاعته بقى مش simple هنا هتبقى برضو من نفس الانديكاتورز بعد كده trend moving average هنا في الperiod خمسة لكن المثل بتاعتها هتنختار exponential وده هيبقى باللون الاحمر طيب ده كده اول مؤشرين هنستخدمهم تعال نشوف بقى المؤشرات ايه وهنشرح في الاخر ازاي او ايه هي شروط الشراء وشروط البيع من المؤشرات كلها تاني مؤشر هنستخدمه اللي هو مؤشر اسمه edx المؤشر ده احنا شرحنا له محاضرة لوحده وقلنا قديه ان المؤشر ده مهم ومفيد كأن ان انت ممكن تستخدمه كاستراتيجية منفردة لوحده وان انت ممكن تستخدمه كاداة مساعدة لك في اي طريقة تانية او اي استراتيجية انك بتستخدمه احنا هنا بنستخدمه كاداة مساعدة لنا طيب خلينا الاول نشوف احنا ازاي بنحط المؤشر ده او ازاي نضيفه على الطريقة بتاعتنا من indicators بعد كده trend بعد كده هو اسمه average directional movement index هو اختصاره edx طيب ده الاعدادات الافتراضية بتاعته حلو احنا كل اللي هنضيفه في levels هنضيف خط 25 وهنقول ليه دلوقتي احنا ضيف 25 طب طريقة اضافتها ازاي بتدوس على add وبتكتب 25 وبتدوس اوكي طبعا احنا ضيفين تمام كده الصوت رجعت انا بعتذلك عن مشكلة الصوت انا لما حد بيلاحظ ان الصوت فيه مشكلة بوقف الشرح تمام هنكمل احنا الاستفادة من مؤشر الادx ده انه هو بيسلينا قوة المشتريين او قوة المشتريين او قوة في السوق طيب او بيساعدنا على ان السوق في اتجاه واضح واخد trend واضح ان انا اقدر ادخل فيه سواء شرق او بيع وان انا هواجه ان السوق هيبتدي يتحرك ولا هو هيبقى في منطقة اعراضية والحركة بتاعته بسيطة خلينا ان المؤشر ده طبعا بيتكون من ثلاث خطوط هو خط الادx اللي باللون الازرق ده وده اللي بيسلينا مدى قوة الاتجاه مدى قوة الاتجاه ايا كان هو صاعد او هابط هو بيس قوته بس يعني مش معنى ان هو طالع فان السوق طالع ومعنى انه نازل فان السوق نازل مدى لا هو هنا بيسلك في قوة في الاتجاه سواء تمام بس انا اسم وبعتذر لكم عن مشكلة تقطيع الصوت دي خلينا هنكمل شرح تمام كده رجع الصوت مظبوط خلينا هنتكلم دلوقتي على مؤشر تمام هنتكلم على مؤشر الادx وهنقول ان فايدته ان هو بيقيس قوة الاتجاه سواء كان صاعد او سواء كان هابط طيب خط الخمسة وعشرين اللي احنا ضيفناه ده واحنا قلنا ازاي بنضيفه قلنا ان خط الادx اللي بين لون الازرق لو كان فوق مستوى خط الخمسة وعشرين ده بيدي قوة ان فيه اتجاه واضح في السوق بمعنى هنا في الحركة العرضية في الفترة دي هنا لو بصينا على خط الادx هتلاقيه تحت او اسفل مستوى خمسة وعشرين هنا ما كانش فيه اتجاه واضح ففي الافضل ان في المنطقة دي احنا ما بندخلش السوق ما بندخلش صفقات خالص بنحاول نبعد عن السوق في الفترة دي اي صفقات هو السوق تقريبا مش واخد اتجاه وبياخد منطقة عرضية انت نقدر نقول ان الماركت او ان المنتج ان انا شغال عليه هيبتدي ياخد اتجاه واضح سواء بالارتفاع او بالانخفاض لما الاشارة بتأكد لي بان خط الادx بيبقى اعلى من مستوى خمسة وعشرين فده بيأكد لي ان السوق ده فيه سيولة فيه حركة هيبقى فيه ارتفاع او انخفاض طيب اخر حاجة هنتكلم عليها او اخر مؤشر هنضيفه على الاستراتيجية وده اللي بيحدد لنا الهدف بتاعي وبيحدد لنا وقف الخسارة لكل صفقة انا بدخلها وهو مؤشر الATR ومؤشر الATR الاعدادات الافتراضية بتاعته بتبقى اربعتاشر لكن احنا هنعدل عليه وهنخليه بالاعداد هيبقى هيبقى عشرين المدة بتاعته طبعا خلينا اقول لك ان احنا بنتكلم ان الاستراتيجية دي على الاطار الزمني الساعة دلوقت احنا بنتكلم ان المثال اللي قدامنا ده يورو دولار في على الاطار الزمني الساعة خلينا هنضيف اخر مؤشر معنا النهاردة في الاستراتيجية وهو الATR وده هتلاقيه في custom تحت تلاقيه ATR تمام? الاعدادات الافتراضية بتاعته المفروض انها اربعتاشر لكن طبعا هتلاقيه هنا في input الperiod بتاعته هنعدلها عشرين وبعد كده هندوس اوكي طيب تعال بقى هنتكلم خطوة خطوة هنتكلم خطوة خطوة على ازاي بستخدم المؤشرات دي مع بعضها واي الطريقة الصحيحة لاستخدامهم وازاي ادمجهم مع بعض بحيث ان انا اقدر احدد فرص الشراء وفرص البيع اول حاجة في الطريقة النهاردة هنتكلم عليها وهو تقاطع مؤشر خمسة اللي باللون الاحمر او المتوسط المتحرك خمسة اللي باللون الاحمر مع المتوسط المتحرك اربعين اللي هو باللون الازرق simple moving average طيب خلينا نتكلم على حاجة تانية مبدئيا علشان نأكد الفرصة ان دي فرصة شراء اول حاجة ان يكون الخط بتاع moving average اربعين ايا في حالة عرضية يعني في مستوى عرضية اما واخد الاتجاه الصاعد ده معنا هنا لو بصينا هنعمل zoom out شوية على الصورة تعال كده نركز في الخط الازرق ده هو بيبقى في ثلاث حالات يواخد اتجاه صاعد او واخد زاوية ارتفاع اما هو واخد زاوية مسطحة بالمنظر ده يعني بشكل عرضي يواخد بزاوية زاوية هبوط او واخد اتجاه الهابط طيب مبدئيا علشان اقول ان في فرصة شراء او هيبقى في فرصة دخول لازم ان يكون المؤشر ده اللي بلون الازرق يواخد في الاتجاه الصاعد يا اما هيكون واخد الاتجاه المسطح او الاتجاه العرضي طيب خلينا نتكلم على حاجة تانية وهي مؤشر الموفينج افريج اللي باللون الاحمر لازم علشان اقول او ني بداية اشارة الدخول او ان دي فرصة شراء ان يبقى فيه تقاطع للمؤشرين تقاطع الخط الاحمر مع تقاطع الخط الازرق لاعلى خلينا هنشوف مثال هنا موضح خلينا هنا هنركز هنا كان فيه تقاطع مع الموفينج افريج الاحمر قطع الخط الازرق لاعلى طيب دي بداية فرصة شراء طيب فيه ايه التأكيد بقى التأكيدات اللي بتخلينا اقول لا انا فعلا ادخل الفرصة دي ولا لا التأكيد اللي انا باخده اني انا ممكن ادخل الفرصة دي او لا بيكون اول حاجة او اول اشارة بيبقى فيه تقاطع بشمعة زي دي تاني حاجة بيبقى فيه تأكيد بشمعة تانية بمجرد اغلاق شمعة تانية او فيه شمعة تانية تم اغلاقها اعلى اعلى التقاطع وبيأكد ان انا ان لازم يكون ان الشمعة الاخيرة اللي ظهر دي تكون اعلى من خمس شمعات فاتر بحيث ان انا اأكد ان دي حركة صعود فعليا مش حركة عرضية ومجرد ان الخط تقاطع بس ما كانش فيه اي حركة خلينا اشرح لكم اكتر على برنامج الامتي فور الجزء ده عشان دي نقطة مهمة في التقاطعات هنا شوف هنا خلينا هتكلم في الفرصة دي هنا فعلا الخط الاحمر قطع الخط الازرق الاعلى طب دي بداية فرصة الشراء تاني حاجة كان فيه اغلاق للشمعة الاولى اعلى التقاطع تاني تأكيد ان كان فيه اغلاق لتاني شمعة اعلى التقاطع ودي بتأكد لنا الدخول شراء من هنا تقريبا الدخول من واحد فاصلة عشرين واحد وتلاتين طيب تأكيد تاني ان انا لازم بتأكد ان فيه صعود فعلا او فيه حركة شموع فيه الشمعة تدت تاخد حركة فعلية اعلى من الشموع اللي فاتت دي كلها تأكيدات ان فيه حركة فعلية في السوق تاني حاجة تاني حاجة ببص على مؤشر الاد اكس او خط الاد اكس اللي باللون الازرق ده وهو ده اللي يهمني من المؤشر كله لان المؤشر ده لشرح منفصر بتفسير اكتر خصوصا بالخط الدي اي بلاس ودي اي ماينس بانه الاخدر والاحمر دول اللي هم تقاطعات وازاي انا بحددها ده ليست رجال واحده بس انا النهار ده بس هستخدم الخط اللي باللون الازرق وبضيف مستوى 25 وده بس باخد منه تأكيد على ان فيه فعلا اتجاه في السوق طيب تاني حاجة او تاني تأكيد على ان الفرصة دي صحيحة وان انا ادخل فعلا الفرصة دي ان انا لازم اتأكد ان مستوى الخط الاد اكس اللي باللون الازرق يبقى اعلى من مستوى 25 ليه اعلى اعلى ده بيأكل لنا ان فيه بداية حركة في السوق او ان فيه سيولة داخل السوق فيه قوة فيه قوة في الحركة فيه اتجاه واضح هيبتدي يظهر في السوق او اتجاه واضح ابتدى فعلا في السوق فده تاني تأكيد ان انا لازم يكون فيه مؤشر الاد اكس اعلى من مستوى 25 خلي بالك احنا هنا لو بصينا في اللي فاتت هنا اه كان فيه تقاطع الخط الاحمر مع الخط الازرق و اه فعلا كان فيه تأكيد بشامعة تانية بس هنا تعالى لو بصيت على الخط الاد اكس اللي باللون الازرق هتلاقيه تحت مستوى 25 وطالما تحت المستوى ده يبقى هنا بيقول لك خلي بالك ان الاتجاه لسه مش واضح او ان الفرصة دي ممكن ما تكونش كاملة او حاول ما تدخلش السوق لان ما فيهش اتجاه قوي في السوق وده فعلا اللي حصل لو جيت بصيت هتلاقي فعلا ابتدى يرجع تاني ويدخل في مرحلة عرضية هنا لما قطع مستوى 25 وفعلا طلع فوق المستوى ده كان فعلا فيه اتجاه واضح في السوق وده اللي حصل زي ما احنا شايفين طيب خلينا نتكلم بقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي ندخل تأكيدات الدخول اتفقنا عليها اول حاجة نخط الاحمر موفينج افرج الاحمر هيقطع اللي بالازرق ثاني تأكيد ان فيه شمعتين اغلاق بعد التقاطع لازم اتأكد ان الاغلاق ده او ان الشموع دي كان فيها حركة واعلى من الشموع اللي فاتت مش مجرد دخلت منطقة عرضية وبس لان انت ممكن تلاقي تقاطع بعد منطقة عرضية زي كده فده ما اعتبرش تقاطع حقيقي لازم فعلا يبقى فيه مرحلة صعود او ان الشمع نفسها تبقى كبيرة عن الشموع اللي قابلها او يعني اغلاقها اعلى من ظلال الشموع اللي فاتت كلها تاني حاجة او تأكيد التالت ان انا لازم اتأكد ان مؤشر الـ ADX ان يبقى اعلى من مستوى خمسة وعشرين طيب انا خلاص دي التأكيدات تمام رجع كده الصوت تمام هنكمل مؤشر الـ ATR هو ده بقى اللي بيحدد لنا انا ازاي هحدد نقطة الربح بتاعتي وازاي هحدد وقف الخسارة احنا كده قلنا الشراء شروطه ايه وتحققت كل شروط الشراء طب دخلت الصفقة حلو برجع بص على مؤشر الـ ATR وده مؤشر بـ IS مادة او متوسط حركة السعر لفترة معينة واحنا قلنا ان احنا عدلنا ان المدخلات بتاعته هيكون على المدة عشرين مش اربعتاشر لان الاعدادات الافتراضية بتاعته اربعتاشر هنا لو جيت بسيط لحظة ما انا دخلت الصفقة هنا بسعر الافتتاح واللي هي زي ما قلنا تقريبا هيبقى من سعر واحد فاصلة عشرين تلاتين او اغلاق الشمعة او بداية الشمعة دي بالزبط الافتتاح بتاعها تقريبا الـ open كان او عشرين تلاتين ودخلت شراء هنا لو جيت نزلت على مؤشر الـ ATR لقيته عند مستوى تقريبا 18 اول حاجة هنحدتها هي وقف الخسارة للصفقة ايه؟ طيب احنا هنا شايفين احنا حددنا في الجزء ده بالزبط كان لو جيت بسيط عند نفس المستوى ده هتلاقي هنا المستوى عند مستوى 18 طيب ايه نقطة 18 دي؟ 18 دي انا هحدد عليها الهدف بتاعي ووقف الخسارة ووقف الخسارة مبدئيا هيكون هناخد الرقم اللي هيظهر لنا 18 نقطة زائد الاسبرد بتاع المنتج اللي انا شغال عليه وليكن هنا بنتكلم عن اليورو دولار نقطتين مثلا هيبقى 20 نقطة وبضيف عليهم اتنين تاني يعني هنقول مثلا 22 نقطة طبام؟ هنقول ان من 20 ل 22 نقطة هو وقف الخسارة بتاعي طيب الهدف بقى الهدف بتاعي هنا في كذا طريقة انت ممكن تحدد بها الهدف بتاعك ممكن تقفل نص العقود بتاعتك على نفس نسبة الربع نسبة وقف الخسارة اللي هي 20 نقطة او 22 نقطة هيبقى الهدف بتاعي كامل وبقفل على الصفقة يعني انت هنا بتدخل الصفقة من واحد لواحد او ان انت ممكن تدخل تقفل نص الربح بتاعك على 20 نقطة برضو وبتخلي نص العقود ان انت تتحرك وقف الخسارة بتاعك على نقطة الدخول وبتحط 20 نقطة ازايهم على الهدف فانت بتدخل بالجزء الثاني بنسبة 2 الى 1 خلينا نشرح النقطة دي بشكل اوضح تاني في طريقتين هي الطريقة وقف الخسارة ثابتة في الاستراتيجية ان انت بتحدد وقف الخسارة بتاعك بناء على مؤشر الاتي ار هنا مؤشر الاتي ار بيقول انه كان 18 بضيف الاسبريد هنخليها 20 نقطة الهدف بتاعي انت ممكن عندك طريقتين لتحديد الهدف ممكن تقفل العقود كلها على نفس نسبة وقف الخسارة بتحدد ربحك 20 نقطة وممكن تحدد ربح 20 نقطة ده بتقفل عليه نص العقود اللي معاك اللي انت فتعها والنص التاني بتحط 20 بعد العشرين يعني بتخليها 40 نقطة لكن بمجرد تحقيق الهدف الاولان انت بتحرك الستوب بتاعك على نقطة الدخول فانت هنا بتكون قفلت نص العقود بتاعتك على ربح والنص التاني مجسفة بدون اي مخاطرة يا العقود هيقفل على نقطة الدخول بتاعتك او هيقفل على تحقيق ربح مضاعف من الربح اللي انت كنت ممكن تحققه ايا كانت طريقتين فها دي هترجع ليك انت او الرؤيتك انت ففي الطريقتين احنا لو استخدمناهم في الاستراتيجية ان شاء الله هيحققوا معاك الربحين كمان الضعف زي ما قلنا ان ممكن يقفل على طريقتنا او على الصفقة اللي احنا دخلنا فيها هنا دخلنا من المستوى 20-30 فالربح المفروض وقف الخسارة كان هيبقى 20 نقطة طبعا هو ما وصلش الوقف الخسارة بتاعي ولكن طلعوا حدد حقق الربح في اول صفقة لو سبت على نقطة الدخول برضو وحركت الجزء التاني منها فهو برضو حقق الهدف بتاعه الاربعين نقطة فانت هنا في الصفقة دي تقريبا هتكون تسبان اجمالا تقريبا 30 نقطة للعقدين مع بعض 40 بنص و20 بنص طيب تعال نشوف فرصة تانية ونشرح الشروط تاني دي فرصة شيرة تانية هنتكلم على اول حاجة تقاطع الخط الاحمر مع الخط الازرق تاني تأكيد كان بمؤشر الادي اكس كان فوق مستوى 25 كده دي كانت فرصة شيرة واضحة خلاص دخلت شيرة خلينا نشوفها على الامتي فور هنا انت كان فيه تقاطع دخلت فرصة الشيرة من تاني شامعة من هنا من سعر الفتح بتاعها كان تقريبا 1.1786 تقريبا دخلت من هنا التأكيدات كلها موجودة تقاطع شامعتين اعلى من الشموع اللي فاته كان المؤشر الادي اكس اعلى من مستوى 25 تعال نبص على مؤشر الاتي ار كان هنا عند مستوى كام مؤشر الاتي ار كان عند مستوى تقريبا تقريبا 13 فهنا هيبقى وقف الخسارة بتاعنا 15 نقطة والربح بتاعنا هيبقى نص على 15 او ممكن تقفل الكل على ربح 15 نقطة او ممكن تحدد الربح الجزء العقد التاني يبقى هيكون 30 نقطة هنا لو هنتكلم على 15 فهو حققها كهدف اول وحقق كمان الهدف التاني يعني لو قسمت العقود بتاعتك في الحالتين كان هيحدد او هيحقق لك الربح بتاعك طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على فرص الشراء وازاي بحققها او ازاي ايه الشروط بتاعتها هنتكلم على فرص البيع هي هي الشروط بس كلها هتكون معكوسة بمعنى اول حاجة انا لازم اتأكد ان مؤشر اللي باللون الازرق او الموفينج افرج اللي باللون الازرق هو يا هيكون وقت اتجاه هابط يا اتجاه عرضي ما ينفعش يكون وقت اتجاه صاعد ومجرد الشموع اطاعته ان انا ادخل عكسه فده غلط لازم اتأكد ان فيه تقاطع مؤشر الموفينج افرج خمسة اللي باللون الاحمر مع المؤشر الازرق تقاطع طبعا لتحت لان دي فرصة بيع التأكيد التاني ان بيبقى فيه اغلاق شمعتين اسفل التقاطعات الموفينج افرج بيبقى فيه تاني ده تاني تأكيد التأكيد التالت مؤشر الاد اكس اللي بيخلينا نتأكد ان فيه اتجاه واضح في السوق يبقى اعلى من مستوى خمسة وعشرين وده فعلا اللي كان واضح ان مؤشر الاد اكس كان اعلى من مستوى خمسة وعشرين هنا طبعا بعد ما بيتحدد اول نقطتين دول بيتأكد لنا مؤشر الاتر هو اللي بيحدد لنا انا ازاي ادخل اه يحدد لي وقف الخسارة بتاعي والربح تعالى هنا كمان نشوفه على على الامتي فور الفرصة دي بالزبط كان مؤشر الاتر كان عندي تقريبا مستوى تقريبا تلاتتاشر نقطة برضو فتلاتتاشر نقطة زي ما اتفقنا هنضيف عليها الاسبريدة هيبقى خمستاشر نقطة فيبقى هنا وقف الخسارة بتاعي خمستاشر نقطة طبعا هنا ما وصلش الهدف ما وصلش للوقف الخسارة وتقريبا حقق الهدف بتاعك وتقريبا اكتر من كده بكتير كان فيه تراجع كبير للسعر فانت لو قفلت نص العقود على خمستاشر نقطة وقفلت النص التاني على تلاتين نقطة في الحالتين هيكون حقق الهدف بتاع الاستراتيجية او هدف بتاع الصفقة دي من من الدخول للهدف خمستاشر او الجزء التاني من العقود تلاتين نقطة الاستراتيجية بسيطة مش معقدة ممكن شوية فيها في تحديد الربحة وتحديد وقف الخسارة ومحتاج شوية مرونة منك ان انت يكون لك رؤية فيها او ممكن تحددها من البداية يكون ان انا هقفل يعلى اه اه الوقف الخسارة هيكون مسلا خمستاشر نقطة يبقى الربحة للعقود كلها خمستاشر نقطة تمام? الصوت كده مزبوط كده زي ما اتفقنا وقلنا ان انت ممكن تحدد وقف الخسارة بتاعك على آآ مؤشر وممكن تحدد الربح بتاعك بنفس المستوى واحد نسبة واحد الى واحد يعني نفس نسبة وقف الخسارة هتبقى هي هي نفس نسبة الربح بتاعتك ممكن تقفل عليها العقود اللي انت دخلت كلها يعني لو انت فاتح لوت واحد لوت مثلا ستاندرد ممكن تقفل الصفقة كلها على الربح ممكن تقفل نص العقد بس وتخلي النص التاني وقف الخسارة على الدخول وتخلي الربح مضاعف عن الربح اللي انت قفلت عليه لو في اي حد عنده اي سؤال او توضيح بخصوص اللي انا الطريقة او في اي حاجة مش واضح هيتفضل يسأل اي سؤال عليها وانا ان شاء الله هحاول اا اعيد له جزئية الشرح لو في اي حاجة مش مفهومة الصوت ما اسموها في حد عنده اي سؤال او اي توضيح بخصوص اللي انا شرحته او بخصوص الطريقة او في اي حاجة مش واضحة بالنسباله او اي مؤشر مش واضح استخدامه الصحيح ازاي موضوع التوقيت الدخول هي بتبقى للأسف مواعيد المحاضرات بتبقى سابتة الساعة ستة اا فهنحاول نتلاشى موضوع الصلاة الموضوع الصلاة المغرف هنحاول نعدل المواعيد ان شاء الله بعد كده تمام سيد محمد بقولي ازاي ارادة رميز الاتجاه العرضي بحيث ان انا مدخلش فيه زي ما قلنا اللي بيحدد لك ان فيه اتجاه عرضي او اتجاه واضح هو مؤشر الاد اكس اللي باللون الازرق ده انت لازم عشان تتلاشى الدخول في فترة عرضية او تتلاشى الدخول في اتجاه مش واضح ان انت لازم تتأكد ان مؤشر الاد اكس اعلى من مستوى خمسة وعشرين لو تأكدت انه اعلى من مستوى خمسة وعشرين تأكد ان انت مش في اتجاه عرض اتأكد ان فيه اتجاه واضح في الماركت سواء هيكون بارتفاع او بانخفاض فده التأكيد اللي احنا بنقوله ان مش مجرد تقاطع اثنين موفينج افرج انا بدخل لا انا بس بانتظر التأكيد بناء على مؤشر الاد اكس اللي بيقول لي لا ده فيه اتجاه واضح هنا كان هتلاقي فيه تقاطعات كتيرة بتحصل احنا مبندخلش عليها لان بيكون المؤشر نفسه يعني تعال هنا مثلا في الجزئية دي هنا بص فيه تقطعات وفيه منطقة عرضية تعال بص على مؤشر الاد اكس هنا عامل ايه مؤشر الاد اكس هتلاقيه في منطقة كلها ده تحت الخمسة وعشرين عارف امتى ابتدى فعلا يبقى فيه حركة حركة اتجاه واضحة لما المؤشر هنا ابتدى يطلع فعلا من المستوى خمسة وعشرين ده ويطلع اعلى كان فيه فعلا حركة في السعر وفيه اتجاه واضح باتجاه صاعد وكان ساعة المؤشر ابتدى انه يسبد فوق مستوى خمسة وعشرين فده التأكيد اللي بيأكد لك ان انت في اتجاه واضح في السوق مش في منطقة عرضية انا بتكلم على الخط الازرق بس لمؤشر الاد اكس ما تكلمتش على الخطوط الاخضر او الاحمر خلص انا بستفيد من المؤشر ده انا عايز منه التأكيد ان فيه اتجاه ولا لا مش بدخل على اعداداته اعداد المتوسطات المتحركة من الاحمر ده هيكون الاعدادات بتاعته الطريقة او الماثد بتاعته اكسبونيشال وخمسة واللي باللون الاحمر اللي باللون الازرق بيبقى موفينج افرج او سيمبل موفينج افرج متوسط متحرك بسيط هيبقى اربعين والخمسة بيبقى متوسط متحرك قسي ده الاتنين متوسط متحركة والمحاضرة هتبقى موجودة على قناتنا على اليوتيوب هتبقى متسجلة للحابب يرجع تاني للشرح من بدايته كل المحاضرات اللي فاتت تقدر تدخل على قناتنا على اليوتيوب على قناة ايكوتيمي هتلاقيها موجودة كلها تمام? اي حد عنده اي سؤال تاني? ايه الافضل للخروج على الهدف او الاشارة العكسية? سيد محمد السالم ممكن توضيح اكتر للسؤال? الافضل للخروج على الهدف او بالاشارة العكسية? لا احنا قلنا الهدف. يعني احنا محددين الهدف مش الاشارة عكسية. لان احنا زي ما اتفقنا اللي بيحدد لنا الربح ووقف الخسارة هو مؤشر الاتي ار. انا بشوف مؤشر الاتي ار نسبته كام? او نقطته كام? وقت ما انا دخلت? هو في الغالب هيبقى مكتوب هنا. يعني احنا طبعا احنا عشان بنشرح على فرص فاتت. احنا بتتكلم هنا. ان المؤشر بيبقى ليه قيمة بتاعته مكتوبة هنا ده. مسلا عشرين نقطة. بنلغي اقر رقم اللي هو الخمسة. عشرين ده انا هيبقى هههدد الهدف بتاعي على انه اتنين وعشرين او اتنين وعشرين نقطة الربح او اتنين وعشرين نقطة وقف الخسارة. حلو. احنا ممكن ان انت عايز تاخد اكبر قدر من النقط زي ما اتفقنا. انت بتقفل نص العقود بتاعتك على النفس نقط وقف الخسارة. انت لو محدد وقف الخسارة عش اتنين وعشرين نقطة. فبتقفل نص التاني وقف الخسارة على نقطة الدخول والهدف بتاعك يبقى اتضاع في وقف الخسارة لو يبقى اربعة واربعين نقطة. فانت كده بقدر الامكان بتكون قدرت تاخد اكبر قدر من الربح. تمام? طيب تمام. اه يا رب اكون قدرت افتكوا بالاسترالجية النهاردة. وان شاء الله تقدروا تفهموها وتحقوا منها ارباح. وان شاء الله القاكم في محضرات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.